والشبهة قد تطلق على الجهل ولهذا مستند وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن قال لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أن من لم يعلم قد جهل فيصح أن تطلق الشبهة على الجهل وأن يعبر عن الجهل بأنه شبهة لكن المعنى من حيث المفهوم العام أن الشبهة هي الأراء التي تشتبه على الأبد